لمناقشة الموضوع الاقتصادي معنا الآن مباشرة مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي سابقا الدكتور محمود داغر أهلا بك دكتور معنا سيناريو الخلاف بين الحكومة وكتل برلمانية يقال أنه يتكرر كما حصل في مشكلة رخصة الانترنت 4G الآن الادعاء العام ينظر بشكوى مقدمة ضد المزاد العملة كيف تشرح لنا ذلك بوصفك خبيرا كبيرا في البنك المركزي بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة يعني بعيدا عن الإثارة الإعلامية أنا أرغب بالإجابة على أسئلتكم بشكل واب يعني ليس لمعلومة أن الكيانات السياسية تتضارب من خلال المزاد أنا أعرف شيء واحد مهم أن هناك مؤسسة مالية ما زالت لم تصل إلى مرحلة بدء الانهيار لأنه لما نبحث إحنا حتى مع العالم من نطلع خارج العراق مع المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية إحنا على مستوى الماكرو انديكيترز أو اللي يسموها المؤشرات الكلية شنو عدنا اللي نستطيع أن نقول بوزيتف نمبر ون حجم الاحتياطي هو حجم الاحتياطي وكفاية مناسبة بكل المعايير الدولية حتى مع الانخفاض الحالي بدل 65 ببداية 20 الآن أصبح بحدود 55 المؤشر ممتاز قضية التضخم ما زال العراق أقل من واحد بالمية أما إذا جئنا على كل المؤشرات لكل المؤسسات من وزارة المالية إلى الزراعة إلى الصناعة سنجد أننا نتم ترجمة نانسي قنقر